تصعيد عسكري جديد بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة فتح ممرات إنسانية حيث شنت ميليشيا الحوثي قصفا صاروخيا ومدفعيا على بواقع تابعة لألوية العمالقة في ريف محافظة الحديدة وفق بيان لألوية العمالقة فإن الحوثيين أطلقوا عددا من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهون على مناطق شرق وشمال مديرية الدريهمي جنوب الحديدة ولم تكتفي الميليشيا الحوثية بالقصف الصاروخي بل حاولت الاستيلاء على مواقع عسكرية في مديريات حيث والتحيثة وبحسب بيان العمالقة فإن عشرات الحوثيين قتلوا وأصيبوا بعد صد هجماتهم وفق عسكريين في الحكومة فإن هجمات ميليشيا الحوثي تأتي بهدف إفشال الممرات الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة قبل يومين من الهجمات الحوثية وكان أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار قد اجتمعت على متن السفينة الأممية واتفقت على خطة لفتح ممرات إنسانية بهدف تحسين وصول المساعدات الغذائية وتسهيل حركة المدنيين تبدو الإشكالية القائمة والمتكررة أن فتح الممرات الإنسانية مرتبط بصورة مباشرة بالمعابر التي تقع في أماكن ومواقع سيطرة الحوثيين وهي المعابر المغلقة منذ أكثر من عام ولم تصدر حتى الآن أي إجراءات عملية من البعثة الأممية لفتحها بينما اكتفت الحكومة بتقديم شكوى لرئيس لجنة إعادة الانتشار أبي هيجد جوها بخروقات الحوثي الذي يستحدث باستمرار حواجز إسمنتية بالقرب من نقاط المراقبة الأممية بالتوازي مع حديث المبعوث الأممي الدائم عن تقدم ملحوظ في مسار اتفاق سوكهلم بالحديدة